قمة سعودية بحضور بايدن أكد فيها العراق على مشاركته والحضور بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج ومصر والأردن والولايات المتحدة لتعزيز وجود العراق وتقوية العلاقات مع الدول الأقليمية خاصة بعد انفتاحه وتساوي العلاقات مع دول متخاصمة إلا إن بعض الأطراف السياسية ترى أن هذه القمة خطوة للتطبيع أو تلويح لذلك عدم قبول لهذه القمة كونها بعض الأطراف السياسية العراق هكذا تخلق عملية تهمها مهادنة بين تطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي وبين حكومات عربية في المنطقة وبالتالي العراق يحاول أن يسلخ نفسه ويبقى في الحياد بعيدا عن عملية هذه التقاطب والتجاذبات وسياسة المحاورة التي يراد أن يخاض بها العراق وهو يحاول أن يجندب نفسه عملية الخوض في أن يكون في مهب ريح تلك التوازنات لكنهم ما زال في حاجة ما سلي أن يقيم علاقات متوازنة مع كل الأطراف الإقليمية والدولية لا عسى العراق أن ينجح في تمهيد الطريق صبع أن يكون بمصلحة العراق وليس بالعكس من ذلك انتعاش العراق اقتصاديا يدفع به لاستقطاب المستثمرين وللتعاون مع دول غير إيران في الاستيراد وفي ملف الطاقة إضافة إلى موقعه الجغرافي لتسريع الربط بين قارة آسيا والاتحاد الأوروبي وتقوية العلاقات الاقتصادية مع الصين والهند وهو تأكيد على التزام الحكومة بتطوير العلاقات الدبلوماسية العراق يسعى إلى التكامل مع دول منطقة خاصة دول خليج على اعتبار أن عملية انضمام العراق إلى منظمة الخليج العربي ستساهم في إعطاء صورة جديدة للاقتصاد العراقي مرحلة الأولى العراق يسعى إلى التكامل مع المملكة الأردنية ومع جمهورية مصر إذا كانت لدينا مقبولية في هذا التجمع العالمي سيساهم ذلك في تحريك بوصلة الاستثمارات الخليجية باتجاه الداخل العراقي فبقاء العراق في منطقة التوازن الاقتصادي سيساهم في استثمار الموقع الجغرافي وناقشات كثيرة ترسم لطرحها في الاجتماع المرتقب كالاطلاع على رؤية المستثمرين الأمريكيين كون الولايات المتحدة هي مركز رئيس للاقتصاد العالمي سياسة ضد إيران يعتبرها البعض ليبقى الكاظمي هو من يحدد خيار الطرح والتنفيذ أو ترك المصير بيد المعترضين عمار غسان قناة الرشيد موسيقى